اهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة رمضانيات مبرمي سلسلة اللي بنقول شها مواضيع خفيفة لازيزة كده سواء شخصية او برمجية وممكن نتكلم عن حاجة ليه علاقة بتأمين المعلومات او الامن السايبراني سايبر سيكورتي زي الحاجة البسيطة اللي هنتكلم عنها في فيديو النهاردة في فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الروابط المشبوهة او اللي سبام لينك او ايه هو الرابط اللي ممكن يكون هيكينج او رابط مش مظبوطه ازاي تحمي نفسك منه ازاي نتطمن او نتأكد ان اي حد ما يبعط لنا لينك اللينك ده امان مية في المية ولا مش امان ولا ايه الدنيا بالزلط فخلونا كده نبدأ على طول واهلا بكم فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع عدو الروابط المشبوهة مش جديد قوي ومش قديم قوي وظهر كده من اول الفين وتسعة الفين وعشرة ويه لاهداف كتير جدا يعني فيه عندك اول حاجة هو الرابط اللي فيه سوشيال انجينيرنج شوية رابط بيقول لك مبروك انت كسبت عشرة مليون جنيه فدخل رقم تليفونك كده كويس ويه دخل الكود اللي حنبعته لك ده وحتكسب الجايزة على طول الفكرة ان هو ممكن يكون ناسا عايز يخترق الفيسبوك بتاعك فحيعمل ايه كل اللي حيعملو هو حافظ رقم التليفون بتاعك ويدخله على فيسبوك مع اي باسورد حيدوله طبعا انا عايز سيكوريتي فحيبعد كود على الموبايل بتاعك وهو في ناس لوقت مكنعك ان انت حتستلم كود منه هو انت ممكن بسرعة كده او بحسنية متاخدش بالك ان اللينك ده او الكود اللي جالك من فيسبوك فتبعت له اللينك كده حلو كده انسى الاكاونت بتاعك ادي اول فكرة او اول حاجة في فكرة تانية طبعا ان هو يحاول يبعط لك فيروس على الجهاز بتاعك يبعت فيروس ازاي كل اللي بيعملو هو انه يشوف بورت مفتوح عندك بورت معين زي 145 او زي اي بورت تاني 145 في بورتك كتير اللي بتبقى مفتوح انك تقدر تعمل داونلود لجهاز الضحية من غير اي حاجة وطبعا اوتوماتيك بيعمل داونلود ويه كمان يقدر بكماند يشغل الفيروس او يشغل الكود بتاعه وفي الخلفية بالجروند انت مش هتحس باي حاجة بس هتلاقي ان اللينك ده فاضي ما بيعملش اي حاجة او ما بيدكش اي حاجة في نوع تالت من الروابط المشبوهة اللي هو مثلا اسبام بينزلك اي اي ادز او كده بيفضل يجيب لك اعلانات كتير وبتاعه والحاجات دا كلها في نوع رابع انه هو ممكن ياخد او يسحب ملفات الكوكيز بتاعتك اللي هي طبعا فيها اميلات كتير او اكاونتات كتير فيها بتاعك على مواقع كتير وممكن ياخد معلومات اللي هي الاعلانات بتاعتك والحاجات دي كلها بياخد تفاصيل كتير عنك عن طريق الكوكيز طيب عايزين نفهم ازاي بقى نتأكد ان اللينك ده اللي مع بعطلي ممكن من شخص ثقة 100% حتى يكون مجبوه وهو نفسه واقع فيه ولا هو بعتولك قصدي يعني ما علينا ان هو بعته ازاي بس عايزين نعرف هو امان ولا مش امان اول حاجة هتعملها ادام تلاقي اللينك مش حاجة واضحة او الدومين بتاعه مش واضح يعني مش مسلا فيسبوك دوكوم سلاش حاجة او مسلا جوجل سلاش حاجة او يوتيوب او وي تي حتى لافتصار يوتيوب سلاش الحاجة اللينك بتاعك ابدأ شوك ادام تلاقيه مترمز او واخد رموز حتى لو شورت يو ار ايل يعني لو هو عنوان قصير بيوديك العنوان الحاجة فيديو يوتيوب مسلا او اي حاجة ببارتو ما تصقش فيه تصق بس لو اللينك رسمي او اللينك اللي هو الدومين الرسمي بتاع المواقع الكبيرة اللي انت عارفها شخصيا تاني حاجة لو هو شورت او كده هو ممكن يكون عامل ري دايريكت كذا مرة فهو يوديك اللينك اللي انت عايزه او الهدف لكن في نفس الوقت عامل حاجة تانية في الباك جراوند وانت مش رخيب بالك منه عشان تأمن نفسك وانت عايز تفتح الحاجة دي يعني اضع في الايمان خالص افتحه في المتصفح الخفي او افتحه من على بروزر تاني وفي المتصفح الخفي وردو انت كده هتحمي نفسك يعني حوالي 50 او 60% لان طبعا المتصفح الخفي معلوش اي بيانات شخصية عنك او مسلا ارقام الفيزا او الحاجة دي كلها فده اول فطة تاونية تاني حاجة ممكن في بعض المواقع اعمل مسلا يو ار ال او تشيك يو ار ال على جوجل وشوف اول موقع تاني موقع اللي انت عايزه افتح اللينك ده وشوف جواه اه دخل اللينك المشبوه او اللي انت شاكك فيه ده وشوف هو الردايركت بتاعه بيودك لفن في الاخر والمصار بتاعه هل في حاجة فيها فيروس او حاجة او كده هو ده بيتشيك بدل منك وبيقول لك الحاجة دي امان ولا طبعا لو هو حد غريب زود نسبة الشقة اكتر يعني لو حاجة مش مهمة اوي او حاجة فيها بشكل مش طبيعي انت كسبت مش عارف ايه او استلم جايزة ايه او الحاجة محدش بيوزع فلوس ببلايش يعني من القافل فهي ما تسكش فيه بشكل نهائي وبس كده يا شباب ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقفتكم وفي الاخر ما تنسيش في الحلقات والحكاية والكورسات اللي فاتوا استنى الحلقات والحكاية والكورسات اللي جاة وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عشان متبقاش من الهواء